والآن ندعو السيد هشام طلعة مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعة مصطفى القبضة لشرح مكونات المشروع وإجمال استثمارات التي ستتم مضخوها والعواد المتوقعة وفرص العمل التي ستتم وتوفيرها بسم الله الرحمن الرحيم دولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الإسكان الحضور الكرام قامت الدولة مؤخرا بإعادة تخطيط السحر الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثير من بلاد حوط البحر الأبيض المتوسط حيث اعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر ويتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف اتجه الدولة لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العواد السحية والطرفية والخدمية والاستمتاع بهذه الامكانات الكبيرة حيث تم ذلك من خلال جذب الاستمرات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع راس الحكمة والساوس ميد الذي يعلن عنه اليوم حيث يتم تطوير مشروع الثاوس ميد بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر الأبيض المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان يحتوي مشروع الساوس ميد على مرينة دولية كبيرة باليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الوعيدة والأكثر جذبا للسياح في البحر الأبيض المتوسط وقرب المشروع من مطار العالمي الدولي 15 دقيقة للسيارة ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تريليون جنيه بمعادل نحو 21 مليار دولار أمريكي من خلال مجموعة طلعات مصطفى التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدر الحديثة المتكاملة والزكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورة مصر العربية كما أن المشروع يأتي كنموذج شراقة تكون به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات الأقرية بما يتماشى مع سياسة تخرج الدولة وتشجيع القطاع الخاص المصري لقيام بدوره في درمية الاقتصاد الوطني وعليه نؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطويب مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني وإشهد هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء العوائل الاقتصادية لمشروع الساوس ميد من المتوقع أن يجذب المشروع لذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية عوائل دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقاري المصري بالإضافة إلى زيادة المتوقعة في تطفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية حيث يحتوي هذا المشروع ولأول مرة في مصر على نموذج فريد وهو فكر الرينتال بروجرامز حيث تصدير بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فناتق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو واغسطس ومن المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرايح الأكثر إنفاقا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع الثاوس ميد الواقع بين كيلو مية خمسة وستين إلى كيلو مية وسبعين غرب الأسكندرية حيث استغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو ثلاث ساعات في متوسط وصولا إلى مطار العالمين الدولي الذي يبعد خمستاشر دقيقة فقط عن المشروع تبلغ قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع الثاوس ميد حوالي واحد وستة تريليون جنيه مصري ما يقرب من خمسة وثلاثين مليار دولار أمريكي وهو أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية وحقول لحضراتكم خبر صار تم فتح باب الحجز أمس الساعة خامسة بعد الظهر لغاية خمسة الفجر المشروع حقق مبيعات حققية ستين مليار جنيه ستين مليار جنيه وهذا الرقم لم تسمع عنه مصر من قبل في أي من مشروعاتها العقارية أو السياحية أو المطق العربية وهما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جدا من الخدمات الفندقية والطرفية والشاطئية وفي ضوء دور مجموعة طلعة مصطفى ستؤدي مبيعات المشروع إلى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهم الشركة والاقتصاد الوطني المصري سينتج عن تحقيق المبيعات المتقعة المشروع أثر إيجابي مباشر لاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافة إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي حيث أن النسبة المتعرفة عليها 1 جنيه للإنفاق في مجال المبيعات العقارية سيولد 1.5 جنيه في الناتج القومي سيولد هذا المشروع دخل حقيقي للدولة المصرية من خلال مشاركتها في المشروع وعوائد الضرائب السيادية 1 تريليون جنيه سيولد هذا المشروع للدولة المصرية من خلال الضرائب السيادية المباشرة وعوائد المشروع حسة الدولة في عوائد المشروع 1 تريليون جنيه أي ما يقرب من 21 مليار دولار وعليه فأن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع إلى ما يقرب 283 مليار جنيه حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8 من الناتج القومي الإجمالي وفقا للمؤشرات الحالية للحكومة بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكملية الأخرى حيث أن معدل توفير فرص عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويا وهذه بيانات متقاقة معلنة من الحكومة المصرية وإذن نود أن نتوجه بالشكر للقيادة السياسية السيد الرئيس عفتاح السيسي على تشجيحها لهذا الاستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي والذي بدوره سيكون له أكبر الأصر على نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصر شكرا جزيلا شكرا جزيلا